ذكرت وكالات أنباء روسية أن روسيا نشرت فرقة جديدة مزودة بصواريخ أرض جو من طراز S-400 في شبه جزيرة القرم في تصعيد للتوتر العسكري في المنطقة وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في 2014 مما أدى لفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على موسكو والتسبب في وضع متأزم بالمنطقة والخطوة الروسية هي الثانية من نوعها بعد نشر فرقة مسلحة بنفس نظام الدفاع الجوي في القرم في ربيع 2017 قرب بلدة فيوديوسيا الساحلية وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن مقر الفرقة الجديدة سيكون قرب مدينة سيفاستوبول وستراقب المجال الجوي فوق الحدود مع أوكرانيا ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن فيكتور سيفاستيانوف القائد في القوات الجوية الروسية قوله إن نظام الدفاع الجوي الجديد مصمم للدفاع عن حدود روسيا لكن يمكن تعديله ليصبح معدا للهجوم في أقل من خمس دقائق وتقول وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع من طراز S-400 يمكنها أن تسقط أهدافا جوية على مدى 400 كيلو متر وصواريخ باليستية على مدى 60 كيلو مترا وأنها دخلت ترسانة الجيش الروسي للمرة الأولى عام 2007